جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل تنمية الصعيد وتسير إجراءات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار لا سيما بمحافظة المينيا في هذا الإطار بلغت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المينيا عام 2021-2022 ما قيمته 3.4 مليار كنيه تنمية اقتصاد شاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتح السيسي لكي تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر صعيد مصر الذي لم يحظى بنصيبه العادل من التنمية على مر العقود السابقة كان ولا يزال في أعين الرئيس السيسي مع امتلاك الصعيد لفرص استثمارية واحدة إلى هنا نحو المينيا توجهت أنظار الدولة للاستفادة من مقوماتها الاستثمارية اعتمادا على موقعها المتميز وقربها من منفذ بحري مباشر على البحر الأحمر والذي يعمل على تنشيط قطاع الصناعة والسياحة فضلا عن امتلاكها لهبات خاصة في مجال الثروات الطبيعية الأرقام لا تكذب فالدولة قامت بجهود عديدة في سبيل تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمينيا قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة عام 2021-2022 بلغت 3.4 مليارات جنيه في حين تم افتتاح مركز خدمات المستثمرين في إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار الصناعات المتطورة عرفت طريقها للمينيا مؤخرا بعد إقامة المناطق الصناعية حيث تتميز المحافظة بوجود أربع مناطق صناعية قائمة إحداها بالمطاهرة شرق النيل وأخرى بوادي السريرية وكذلك في الشيخ فضل وأخيرا المنطقة الصناعية بمدينة المينيا الجديدة الدولة أولت كذلك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم الاتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 58 وحدة صناعية بمساحات مختلفة الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في محافظة المينيا وفي هذا الصياق والتيجة لجهود الدولة الموجهة للقطاع وصلت المساحة المنزرعة إلى 524.82 ألف فدان خلال عام 2021-2022 هذا وتسعى الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة لتعزيز الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا بالإضافة إلى هذا تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر في نوفمبر 2017 الذي يهدف إلى تطبيق غرض التكثيف المحصولي في حين بلغ حجم القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري بمحافظة المينيا إلى 3.4 مليارات جليه خلال عام 2021 هذا وتعمل الدولة على إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وفتح أسواق خارجية تزيد من الانتعاش الاقتصادي